فيه بيان من سانداونز بخصوص المنصق العام للفرقة وهو خالد علي المصري طبعا واللي موجود بقاله عدد كبير او من سنوات هناك بيشغل هذا المنصف في سانداونز وقاله بيان قاله فيه ايه قاله نمأ العلم مامولي دي سانداونز ان بعض الملاحظات التي قد يكون قد ادلى بها موظفها خالد علي خلال منقشة على مواقع التواصل الاجتماعي كان هو في روم كده على تويتر تتعلق بالاهل والهلال قد تتعارض مع اخلاقيات وحوكمة وقواعد مامولي دي سانداونز تنتظر مامولي دي سانداونز او تنظر مامولي دي سانداونز الى هذه التصرحات والسلوك المزعوم في ضوء خطير للغاية هما بيقيموا الوضع كده يعني وتبدأ تحقيقا فوريا للكشف عن الحقائق الحقيقية صدر التعليمات لان خالد كان سافر مع البحثة للسودان هما موجودين دلوقتي فصدر التعليمات انه يرجع على جنوب افريقيا عشان يتحقق معي قالك صدر التعليمات لخالد بالعودة من السودان والزهاب الى مكاتب سانداونز في تشلوكب مكان كده يعني والخضوع للتحقيق ستقدم سانداونز مزيدة من المعلومات حول هذه المسألة بمجرد الانتهاء من نتائج التحقيق هو الراجل عمل ايه؟ هو خالد تتكلم على ان سانداونز حيعابه منتهى لنزاقها وان الفرقة حتلعب على المكسب وان احنا نلعب بشرف وان احنا حنكسب وكمان بخلاف فيديو انتشر ليه بعد ما وصله ليه السودان مع احد موظف المطار اللي بيشجع الهلال قوي فقالك احنا اللي حنكسب وحنا تأهل والتاع فجات سيرة الاهلي فهو دافع بشكل أو باخر على الاهلي هو اهلاوي في الاخر خالد علي بالمناسبة يعني لكن في كل احوال تصرف من قبل خالد شافته قدارة سانداونز ان هو غير مقبول فعشان كده تم استدعائه بعد يعني ما وصل للتو في السودان فلما شافوا كل الحاجات دي بخلاف الروم اللي هو دخل فيها على تويتر اتكلم فيها مع الناس ومع جماهير كان طبعا جميل كتيرة من نادي الاهلي والناس من المتحمسين قوي للنادي الاهلي فالراجل اهلاوي فبيتكلم من حكم حبه في النادي الاهلي لكن هو في نفس الوقت محترف جدا جدا في عمله بالمناسبة اعرفه بشكل شخصي يعني هو شخص من الشخصيات المحترمة في كل الاحوال لكن يعني حتة اهلاويته غلبت عليه في حديثه خلال الروم او حتى خلال الفيديو اللي كان في مطار هناك في السودان في مطار الخرطوم فبالتالي دي التفاصيل الخاصة كلها بموضوع عودة خالد علي من السودان عشان يتحقق معاه من قبل ادارة سوندونز اكيد خلد عنده ردود عن الوضعية دي او الموقف ده ونتائج التحقيق اكيد حقالينها برضو ادارة سوندونز زي ما هم قالوا في نهاية اللي بيان على مستوى نادي الزمالك فنادي الزمالك برضو عنده مبرلة تقل اهمية عن مبارات الاهلي والقطن طبعا الاثنين موقفهم صعبة جدا في المجموعة اربع نقاط هنا اربع نقاط هنا بعد مرور اربع جوالات حاجة صعبة جدا على قطباي الكرة المصرية واحد اكبر الاندية في افريقيا والوطن العربي بكل تأكيد فالزمالك النهاردة خد تدريبه الاول في الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة بازن الله واحد احد الساعة 9 مساء مباراة تكون قوايا بكل تأكيد